السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اخواني اخواتي من جديد على قناتي وقناتكم شيفة ام انصف كنتمنىكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ويلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعفية يوم شاء الله في فيديو اليوم جيت غادي نشارك معكم كيكا بكريمة الليمون كيكا اللي كتجي منعيش وكتجي رائعة بسف سهلة ايضا في المكونات وفي الطريقة كنتمنىكم ما تنسونيش بلايكاتكم وتعالقكم الجميلة ستبقوا معي الاخر فيديو بشوفوا المكونات والطريقة ونضعوا على بركات الله وفرجة ممتعة وبالنسبة للمكونات الكيكا نحتاج 4 البيضات مع كاس عنباء الزيت كذلك كاس عنباء من سكر سندة علبة ياغورت بنكهات الفانيلا جوج اكياس من سكر فانيلا مع ثلاثة اكياس الخاميرات الحلويات ودقيق تبقى حسب الخاليط تقريبا بين كاس ونص حتى الجوج كؤوس ما يكونوش عمرين مزيان دائما الدقيق اخوتي تبقى حسب الخاليط دفت سكر على البيض غدي نضيف ايضا الاكياس ديل سكر فانيلا وغدي نضيف واحد القبيصة ديل الملحة وغدي نخلط مزيان سكر مع البيض حتى يدامجوا جيدا ثم غدي نضيف الزيت وغدي نستمر في خلط المكونات ديالي بهاتشكل هذا ثم غدي نضيف العلبة ديال الياغورت بنكهات الفانيلا او لبنكهات الموز بجوج بهم كيتوتا المضاق ديالهم في هذا الكيك هذا اللي متوفر اليكم غدي نستمر كنخلط الخاليط ديالي على هاتشكل هذا وغدي نضيف نصف الكمياء ديال الدقيق دائما دقيق كنا ندوزه في الغربال او لفصفاي غدي نضيفه مع الاكياس ديال الخاميره ديال الحلويات وغدي نخلط هاد الكمياء ديال دقيق مع الخاليط ديال كيك حتى كينساجم مع الخاميره ايضا عاد باش كنضيف الكمياء المتبقية من الدقيق وغدي نخلط الخاليط ديال كيك ديالي مزيان حتى كيدخل لنا داك الدقيق في الخاليط ديال كيك وكينساجم الخاليط ديالنا وكيسبع عندنا خاليط واحد كيف ما غدي تلاحظو معي ان شاء الله هذا هو القوام ديال كيك ما كيكونش تقيل بزاف وما كيكونش خفيف بزاف هنا غدي نضيف لي القليل من المكسرات اللي كتبقى اختيارية ولكن كتعطي واحد المدق رائع بزاف في الكيك ديالنا اه خديت شوية ديال لوز وقطعته او لا هرمشته على زوج ايضا القرقاء اللي قطعته قطع صغيرة وضفت الزبيب وهنا يا كان عندي هاد معلقة كبيرة ديال بيبي تشوكولة وضفتها حتى هيا في هاد الكيك هادا يمكن ليكم استغناء عليها هادي كتبقى كإضافة ديال المكسرات مع بيبي تشوكولة يمكن ليكم استغناء عليهم خديت هنا يا المول العجيب اللي دهنته مزيان بزبطة ورشيته بدقيقة وفرقت فيه الخاليط ديال كيك ودخلتها للفرن اللي تيكون شاعل من قبل على درجة حرارة 180 مدة الطهي من 40 حتى 45 دقيقة كل واحد وعلى حساب الفرن ديالو بعد ما كطيب الكيك ديالنا كيف مما كتشوفو كنحمرو لي هالوجه ديالها كنخليوها شوية حتى كتبرد ومباشرة غدي نقلبوها بصحن ديال التقديم كتتقلب بكل سهولة ما كتلتصقش نهائيا في ذاك المول بنسبة لك كان عندكم المول شوية كيشت غدي اضربوها كشوية بيديكم رهد غيا كتنزل يعني ما كتشتش في المول شيكون هدا هو الشكل نهائي ديال الكيك بعد مما طابت كيف مما كتلحتو كتجي خفيفة وكتجي رائعة بزف غدي نخليوها على جنب ونمشيو باش نحضروا الكريمة اللي غدي نديرو في الواسط بنسبة للكريمة غدي نحتاج هنا يا جوج كؤوس ونصف من عصير البرتقال مع ثلاثات المعالغ كبار من سكر سنيدة ثلاثات المعالغ كبارين من الناشا او لبودرة الناشا بنسبة لهاد العلبة اخواتي اه كان اعتذر انا مضفتهاش غير غلطت وحطيتها معاهم هيا كتديروها في كريمة ديال الحليب انا هنا كانت عندي كريمة ديال الليمون انسيت وحطيتو معا المكونات لكن راهم ما غديش نديرو اه هنا اه عندي ايضا واحد كيس ديال الفلون ديال درهم كيف ما لاحطوا اخواتي ضروري انكم تصفيوا ذاك العصير ديال بورتقال ديالكم بدن ما كتعسروا انا كيف ماشتو دويستو في صفاي وحيت ليه ذاك الحشلف يعني كنحتفضو فقط بالعصير مصفي كنضيف هنا سكر سانيدا معا الناشا كيف ما ذكرت لاته المعالغ كبارين من الناشا معا اه سكر سانيدا ايضا وكنضيف واحد الكيس ديال الفلون ديال درهم باش هكا تجيني ذاك الكريمة قابطة فراسها وايضا تجيني منكها يمكن لكم تصغناوا على ذاك الفلون هنا ما كانش متوفر سوف هناك نخلط نشا مع السكر مع العصير ديال بورتقال والفلون وكنوضع الخاليط ديالي على النار اللي تكون مهيلة دائما مع تحريك المستمر حتى كتوجد عندنا الكريمة ديالنا وكتقل شوية ومن بعد كنفرغوها مباشرة فوق من الكيك في ذيك الحفراء اللي عندنا تم ماكين كيف ما كتشوفوا بها تشكلها هذا وهذه نخلي الكيك ديالنا على جنب فوق سطح العمل حتى كتبت درجة الحرارة ديال الكريمة وكتماسك لنا ومن بعد كندخلوها لطلاجة باش كتبرد مسيان يعني مدة ديال واحد ساعة او لمس ساعة راه كافية باش تبرد لنا ديال الكريمة وتزيد تماسك في بعضها هنا بنسبة لتزيين اخوتي يعني كيبقى اختياري يعني تزينو باللي بغيتو انا اختارت هنا نزينها بشرائح ديال البرقوق يعني اخديت البرقوق الاسود وقطعتو الى شرائح اللي هي رقيقة كيف ما لحتو دورتهم على الدائرة ديال الكريمة تقدرو تديرو غير شرائح ديال الليمون وتزينو بهم او لا تخلي وغيها ككرا كيجي المنظر ديال هزوين وكيجي التزين ديال هزوين هنا اخديت ايضا الكرموس يعني قطعتو الى شرائح على هذا كشكل كيف ما لحتو وزينت به كذلك وهنا اخديت هذا النص ديال البرقوق وفلحتها في الواسط على هالطريقة وحطيتها به الشكل هذا باش كتعطي واحد تزين لي هو زوين ومبسط في نفس الوقت يعني اه بنسبة لطريقة التزين انا هكذا بقى اختيارية زينو احسب الدوق ديالكم اللي نبال لكم زوين هنا كنت حطيت هالطريفات هادو ديال الكرموس قطعت كرموس على الاربع وحطيت هالطريفات هادو ولكن جاوني بحلي بقوا كيجي تزعزعوا وانا ما كنتش غادي نخلي هاد الكيكرا فضر يعني كنت غادي نضيها العندة دكشي علاش اه عود حيتهم يعني ما خليتهمش هما رهاتة ووحد ديكور لي هو زوين او لوحد تزين لي هو زوين ولكن انا عود حيتهم اه خليت فقط هاد تزين لول كيف ملحتو على هاد شكل هذا وعود افكرت عود ثاني وقلت علاش لا غادي نضيف لها شوية ديال الكوكاو في الجوانب خديت هاد السلصة ديال الكراميل انا ما كانش عندي العسل صراحة كانت عندي غاية هاد السلصة ديال الكراميل باش غادي تبتلي ذاك الكوكاو في الجنب درت هاد السلصة ديال الكراميل تقدروا تضيرو الناباج او لا العسل كيف اذكرت انا ما كانش عندي العسل صافي ودرت هاد السلصة ديال الكراميل هاكا في الجوانب وحطيت من فوق القليل دي الكوكو كونكاسي بتشكل هذا باش يتبط لي على دوك الجوانب دي الكيك سراحة هالطريقة هادي حتى هي اعطاة واحد المنيدر اللي هو زوين بزاف لهذا الكيك كيف ما كتشوفو وكيف ذكرت يعني تقدروا تخليوها كيف ما هي بدون هذا الاضافات اللي اضافت انا يعني الاضافات تبقى اختياريين وتبقى هذا هو الشكل النهائي دي الكيك اللي شاركت معاكم اليوم بكريمة الليمون كيك اللي تيجي رائع اوكي جيل دي بالساف وبمكونات اللي هي بسيطة وفي متناول الجميع كانت منها انتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها ايضا ولا جربتوها اجباتكم ما تنسوش تخليولي رأيكم في التعليق وشكرا لكم بزاف على المتابعة وعلى المساندة الطيبة ومن هنا غدنا نودعكم ونخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله وصفة قادمة دمتم في رعاية الله والى اللقاء كنتم مع فرح من قناة شيوات ام انصاف شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة